عايزة اروح للمشهد التاني وهو مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وهحكي لحضراتكم حكاية الاول مرة هقولها الحكاية دي كانت في 2017 يوم الكابتن محمود الخطيب عمل بيان ترشحه للنادي الاهلي في 12 سبتمبر 12 9 2017 انه هيترشح لانتخابات النادي الاهلي وبدأ يجتمع بأعضاء النادي الاهلي وخاصة في النادي الاهلي الجزيرة وكانت معاه القايمة المحترمة والاسمال كانت موجودة معاه الكلام ده في 2017 وانا في احدى الندوات وفي احدى الجلسات كانت في النادي الاهلي الجزيرة والكابتن محمود الخطيب بيتكلم مع الاعضاء بيقول لهم البرنامج الانتخاب بتاعه الفترة الجاية هتكون شكلها ازاي شكل الكرة في النادي الاهلي هيكون ازاي خاصة ان الاميرة السمراء غابت عن النادي الاهلي سبع سنين بنتكلم من 2013 ل2020 وكانت أول بطولة 2020 ترجع وقعدت سبع سنين كابتن محمود الخطيبة هو وقف نادي الاهل الجزيرة وسط الأعضاء وحواليه المجموعة أو المجلس بتاعه اللي كان بيتم الترشيح الانتخابات في 2017 قال للأعضاء أول حاجة بينفكر فيها علشان جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي إن احنا نرجع بطولة أفريقيا مرة أخرى للنادي الأهلي ما ينفعش النادي الأهلي يغيب عن المشهد والعرص الأفريقي ولازم نرجع تاني ننفس على كاس العالم الأندية ولازم نروح للأكثر تتويجا في العالم وأنا واقف مع نفسي قلت يا تارى دي أحلام وراء تارى الكابتن محمود الخطيب يقول وعود انتخابية ولهو كلام ممكن يكون حلو والفترة اللي جاية ممكن تكون صعب علشان توعد جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي لازم يكون فيه شغل ويكون فيه تعب فوقفت مع نفسي كده قلت هنشوف الأيام اللي جاية إيه اللي هيحصل منذ تولي الكابتن محمود الخطيب وكل همه إزاي يكون عنده فريق كورة يمتع النادي الأهلي إزاي يكون عندنا في النادي الأهلي فريق كورة يحط دايماً اسم مصر وحطه تحت اسم مصر مية خط النادي الأهلي لما بيحصل على بطولة أفريقيا بنقول مصر ما بنقولش النادي الأهلي بنقول النادي الأهلي المصري وفعلاً تحقق وأخذ هذا الأمر على عاتقه وبدأ يبني فريق كورة محترم وشفنا الهزيمة اللي كانت أمام سانداونز وبنفسه تلع واعتذر الكابتن محمود الخطيب ولعبت النادي الأهلي وبدأ يعمل فريق كورة كان من 2019 إلى أن أتى 2020 وبدأنا نشوف دوري أبطال أفريقيا في النادي الأهلي القضية ممكن البطولة العظيمة اللي عمر جمهوري النادي الأهلي ما ينساها وبعدها كايزر تشيفز وبعدها تظلمنا بالجواب اللي تخبى وبعدها قدرنا نرجع بفضل الله وبلعبت النادي الأهلي وبقدرته وبالإصرار وبالعزيمة علشان النادي الأهلي يقول أن أنا مختلف النادي الأهلي يقول أنا اسمي موجود آف مصر لكن أنا بشتغل بفكر متقدم ومختلف عن الآخرين بنشوف بطولة الوداد العظيمة اللي احنا خدناها من مركب محمد الخامس دي كانت البطولة التالتة إلى أن تأتي بطولة الترجي أو بطولة الأهلي أمام الترجي في عشرين أربعة وعشرين وقدر النادي الأهلي في خمس سنين متتالية يوصل للنهائي وبنشوف النادي الأهلي بيحصد أربعة وفعلاً وفعلاً الكلمة اللي قالها كابتن محمود الخطيب في شهر تسعة الفين وسبعتاشر وسط الأعضاء تحققت إنه هو فعلاً صادق في القول اللي هو بيقوله السر دايماً علشان تنجح في منصبك وفي مكانك الإخلاص هو ده اللي خده محمود الخطيب مع حفظ الألقاب الأمر التاني وأنا بتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي شوفوا التنظيم الحل شوفوا الشياكة شوفوا الروعة شوفوا التنظيم المبهر اللي أبهر الناس كلها ومتسبة والاتحاد الأفريقي وكل المسؤولين شوفوا الصور الحلوة اللي لفت العالم كله شوفوا كالات الأنباء العالمية اللي اتكلمت عن التنظيم الحل والشياكة والعرس القروي اللي كان موجود في مصر في استاد القاهرة بالمناسبة اتحط نظام النظام ده مشي على كل مجلس إدارة النادي الأهلي من المسؤول كابتن محمود الخطيب مع سيادة الوزير مع المتسبة موجودين في أرض الملعب مع اللعيبة ما شفتش عضو مجلس إدارة أثناء التتويج موجود في أرض الملعب ولا نزل رأس ولا نزل مسيك الكاس ولا جري ولا أي حاجة علشان كده دايما تلاقي النادي الأهلي مختلف الصورة مختلفة الصورة الحلوة الجميلة اللي احنا بنشوفها دلوقتي وبالمناسبة الصورة دي بتتكلم عن بلد عظيمة بلد كبيرة تاريخها كبير في الرياضة اسمها مصر علشان كده لما بقول النادي الأهلي ما بيمثلش نفسه النادي الأهلي بيمثل مصر البطولة دي لازم أدى اللعيبة حقها زي ما ديت الجمهور الأهلي العظيم في بداية كلامي حقه وتأديره وديت مجلس دارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حقهم وتأديرهم علشان نشوف دايما النادي الأهلي على منصات التتويج في دورة أبطال أفريقيا وفي الدورة وفي كاس العالم الأندية وهيلعب في بطولة الانتركنتيننتل القادمة وكأن قدر النادي الأهلي دايما هو اللي بيسطر التاريخ لازم أروح للأبطال للجنود اللي كانوا دايما عند المعاد هم لعبة النادي الأهلي اللعيبة اللي قدمت اعتذار في 2019 بعد الخسارة أمام سانداونز اعتذار الكل يتذكره والكل فكره لما خسرنا مام سانداونز وطلع مجلس دارة النادي الأهلي واللعيبة وتكتب بيان اعتذار نحن بنعتذر لجمهورنا والفترة اللي جاية هنشتغل وهنتعب وهنخلص وهنخلص علشان نحط النادي الأهلي على منصات التتويج وفي مكانته اللي دايما تقليقوا بالنادي الأهلي بنشوف ما شاء الله النادي الأهلي بنشوف لعيبة ودايما جمهور النادي الأهلي بيقارن ما بين الأجيال وأنا بقول أن دايما أجيال النادي الأهلي وعظمتها أنها بتكمل بعض سنة 82 لما جي جي العظيم كابتن محمود الخطيب الكابتن إكرامي كابتن مصطفى عبدو كابتن مهر همام يعني كابتن علامة يهوب أسماء كتير كابتن مختار مختار مش عايز أنسى الأسماء أني تاريخ النادي الأهلي فيها أسماء كتير وقصوا شريط البطولات الأفريقية دايما أجيال النادي الأهلي بتكمل بعض لما بنتكلم عن 12 بطولة بنقول أجيال مختلفة علشان كده عظمت النادي الأهلي لكن الجيل ده اتظلم شوية اتظلم شوية إنه ما خادش حقه لما احنا جينا مع منو الجزيه في 2005 و2007 2006 2008 واخدنا بطولة أفريقيا وقال النادي الأهلي رح لأرقام صعب تكرارها صعب تكرارها دي ما تسمعهاش في النادي الأهلي ما تشوفهاش في النادي الأهلي النادي الأهلي النادي الأهلي دايماً بينافس نفسه النادي الأهلي دايماً بيحطم الأرقام لازم ندي الجيل ده حقه لازم ندي محمد الشناوي صاحب الخبرات الكبيرة وبنشوفه في 2020 وهو بيحتفل مع مو من زكريا وبنشوفه في 2021 وهو بيحتفل مع وليد سليمان وهو بيعتزل وبنشوف في 20 24 وهو بيحتفل مع علي معلول وهو لابس تشيرت علي معلول وبنشوف في 23 وهو بيحتفل مع أيمن أشرف قبل رحيله على النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي وهو ده التأدير الكبير اللي يليء بالعيدة النادي الأهلي إنهم فعلاً كتبوا تاريخ كبير وتاريخ عظيم هيكتب دايماً في تاريخهم